يعني من قليل تكلمنا على النمازج تعرفنا كيف نقوم بإنشاء النمازج تعرفنا كيف نقوم بإنشاء الجداول كيف يتم ربط الجداول مع بعض البعض كيف نقوم بإدخال البيانات على الجداول من خلال النمازج الآن رح نتعلم كيف نقوم بإنشاء استعلامات أو ما هو مفهوم الاستعلامات الاستعلام هو عبارة على بعد ما نقوم بإدخال عدد كبير من البيانات على قاعدة البيانات فمنحتاج نسترد جزء مهم من البيانات مثلا على سبيل المثال إذا كنا بشركة وعننا عدد كبير من الموظفين ومحتاجين نعمل تقرير بهذا التقرير قائمي بأسماء الموظفين يلي راتب الخاص بلموظفين يلي راتبهم أكثر من مثلا 6000 فأنا عندي عدد مثلا عندي 10,000 موظف فبدي قائمي بأسماء الموظفين يلي راتب راتب لموظف أكثر من 10,000 أو أكثر من مثلا 6,000 فهذا نسميه استعلام من البيانات الكبيرة الموجودة في قاعدة البيانات أنا محتاج جزء من هي البيانات فحتى نسترد هذا الجزء من قاعدة البيانات نستعمل شيء نسميه الاستعلامات فبعد ما ننشئ قواعد البيانات ونربط الجداول ونقوم بإدخال البيانات على قاعدة البيانات نحتاج نسترد جزء من هي البيانات من أجل نعمل تقرير فحتى نقوم بهيئ بهذا الأمر نستعمل شيء نسميه الاستعلامات طبعا في عنا هدت أنماط للاستعلامات عن استعلامات بسيطة عن استعلامات جدولية عن استعلامات البحث عن التكرار معالج استعلامات البحث غير المتطابقات إلى آخر هيا رح نتكلم نشوف مثلا معالج استعلامات بسيطة مثلا هون بيعرض لي أسماء الجداول فيني أختار الجدول مثلا رح نختار اسم المنتج وممكن نختار رمز المنتج التالي فمنلاحظ بهذا الاستعلام من جدول الموظفين فقط قمنا باسترداد اسم المنتج وتفاصيل المنتج فهذا الاستعلام فقط قام بإنشاء استعلام قام من خلاله بجلب اسم المنتج وتفاصيل المنتج فهذا منسميه استعلام بسيط خلينا نشوف الاستعلام الآخر هون بيعرض لي المنتجات الموظفين والجدول البسيط مثلا خلينا نختار المنتجات هون بيعرض لي شو بدي أختار فرا أختار رمز المنتج وسعر المنتج فعرض لي ولكن بشكل جدول إذن عرض لي بشكل جدولي طبعا هون بيلزمنا أن نستعمل لما بيكون في عنا إجمالي مثلا السعر منها يعرض لي بنهاية الجدول السعر الأعظم للمنتج للمنتجات الجميع فبتم استخدامه بهذا الشكل طيب حتى نتابع رح نمشي بالتسلسل معالج النمازج حكينا عليه الآن رح نتكلم بعد ما تكلمنا على النمازج تكلمنا على الاستعلامات رح نتكلم على التقارير رح نحكي على الريبوت بولدر أو التقارير كيف بتم إنشاء التقارير رح نتكلم الآن على التقارير الاستعلامات تتكلمنا عليه كيف نقوم بإنشاء استعلام كلمنا على أنواع الاستعلامات رح نتكلم على التقارير التقارير طبعا بنهاية الأمر لما نستخدم Microsoft Access أو نستخدم أي برنامج قواعد بينات أو لما نستخدم برنامج محاسبي الأمر المهم هو التقرير آخر الأمر هو التقرير فبتم ربط الاستعلام مع التقارير فعنا أيضا شيء يسميه منشئ التقارير أو معالج التقارير يعطيني أختار الجداول مثلا الموظفين اخترت كل البيانات الخاصة بالموظفين التالي التالي هون بيعرض لي كيف بدي أنا شكل المخطط عمودي أو جدولي رح نختاره جدولي معاينة التقرير فعرض لي بهذا الشكل تقرير عرضه بهذا الشكل هذا التقرير طبعا قابل للطباعة وممكن أقوم بطباعته أو تصديره إلى ملف بي دي اف فهون عرض لي أسماء الموظفين بهذا التقرير عرض لي هون أسماء الموظفين بهذا التقرير فأصبح في عندي تقرير أصبح في عننا نمازج أصبح في عننا استعلامات أصبح في عننا منتجة هيا المكونات الأساسية لما نقوم بإنشاء أي برنامج بسيط لإدخال وتعديل بيانات وبحث عن منتجات وطباعة تقارير هيا البيانات الأساسية أو هيا الهيكلية يلي بتم من خلالها إنشاء قاعدة بيانات مع عمليات الإدخال مع عمليات الاستعلام مع عمليات التقرير كل هيا الأمور بتم من خلال بند اسمه إنشاء من أنشئ جدول من أنشئ استعلام من أنشئ نمازج من خلال معالج النمازج ومن أنشئ تقارير من خلال معالج التقارير طبعاً ما رح نغوص كتير في قواعد البيانات طبعاً من مهمة برنامج قيادة الحاسب الآلي ليس الغوص في قواعد البيانات بحيث إنه نحن نتخص نتخصص كشخص بسموه Administrator Database أو مدير قواعد البيانات طبعاً في أشخاص مختصين في إدارة قواعد البيانات بيسموه Administrator Database هذول الأشخاص مهمة إدارة قواعد البيانات للمؤسسات لأنه بشكل عام ما في مؤسسة تجارية أو مؤسسة حكومية لا تعمل بدون قواعدة بيانات كل المؤسسات محتاجة إلى قواعد البيانات ومحتاجين إلى شخص يقوم بإدارة قواعد البيانات يعني ويسمى هذا الشخص بسموه Administrator Database طبعاً نحن عم نحكي على قواعد البيانات البسيطة الـ Access يعتبر من قواعد البيانات البسيطة في عنا قواعد بيانات ضخمة بيسموها مثلاً مثل برنامج SQL Server هذا بيكون من قواعد البيانات الضخمة في شخص بيكون دارس متعمق في قواعد البيانات بيكون بإدارة قواعدة البيانات المؤسسة SQL Server أو في عنا قواعدة بيانات أخرى بيسموها Oracle أوسع وأطخم للمؤسسات الضخمة الـ Access يعتبر للمؤسسات البسيطة المؤسسات التجارية البسيطة ولكن الهيكلية هي واحدة يعني إنشاء الجداول سواء كان بالـ Access سواء كان بالـ SQL Server سواء كان بالـ Oracle الخطوات هي واحدة ربط الجداول مع بعض البعض أيضاً هي واحدة المفهوم هو واحد الاستعلامات بالـ SQL Server والـ Oracle أوسع بكتير في لغة برمجي بيسموها SQL هاي اللغة بيقوموا من خلالها بإجراء الاستعلامات ولكن نحن عم نتكلم هون بالـ Access على إنشاء استعلامات بسيطة ليست استعلامات معقدي استعلامات بسيطة الهدف نحن من شرحنا في قيادة الحاسب الآلي مثل ما تكلمنا نحن ما رح نتخصص في إنشاء قواعد البيانات وإدارتها ولكن يكون عنا المفاهيم الأساسية بقواعد البيانات بحيث إذا تعرضنا لموقف بمؤسسة معينة متعلقة بقواعد البيانات المفاهيم الأساسية تكون متوفرة موجودة عنا الوقت المتبقي رح نحاول نحل بعض الأسئلة بحيث نثبت المعلومات اللي تكلمنا عليها في قواعد البيانات ورح أرسل على المجموعة مشروع بسيط نشتغل على قواعد البيانات حتى نتدرب أيضا على إنشاء قواعد البيانات فرح نبدأ في بعض الأسئلة البسيطة بحيث إنه نثبت هيا المعلومات تكلمنا على التكامل المرجعي شو مقصود بالتكامل المرجعي في SQL Server في عنا عدة خيارات ميزة تضمن بقاء البيانات في الجداول ذات الصلة متزامنة أداة تقوم تلقائيا بإنشاء التقارير والنمازج طريقة لإنشاء نساخ احتياطي من ملفات قاعدة البيانات أو تقنية لتشفير البيانات الحساسة في قاعدة البيانات طبعا التكامل المرجعي أفضل إيجابي أو أقرب إيجابي هي ميزة تقوم بفقاء البيانات في الجداول ذات الصلة متزامنة يعني ما بيصير في عنا أخطاء مثل ما تكلمنا ما بيصير في عنا أخطاء في البيانات ما بيصير في عنا تكرار في البيانات فحتى نمنع الأخطاء في قاعدة البيانات مثل ما حكينا بقليل مثل ما شفنا لما عدلنا البيانات وما كنا نفعلين هذا الخيار أصبح في عنا خطأ في قواعد البيانات أصبح في بيانات بتشير لموظفين غير موجودين ولما فعلنا هذا الخيار ما عاد يسمح أن يصير هذا الخطأ فأفضل إيجابي بهذا السؤال هي ميزة تضمن بقاء البيانات في الجداول ذات الصلة متزامن يتكون السجل من عدد من الجداول العلاقات الخطوط والحقول طبعا السجل مثل ما حكينا عليه يكون مكون مجموعة من الحقول من سميه سجل ليس جداول ليس علاقات ليس خطوط اختر العبارة الصحيحة من ما يلي تتكون الحقول من سجلات تنقسم إلى عدة جداول الحقول تتكون الحقول من سجلات خطأ تتكون الجداول من سجلات تنقسم إلى عدة حقول تتكون سجلات من جداول تنقسم إلى عدة حقول تتكون الجداول من حقول تنقسم إلى عدة سجلات طبعا الإجابة الصحيحة هي رقم 2 تتكون الجداول الجدول بيكون مقوم من سجلات هي سجلات تنقسم إلى عدة حقول نمط البيانات لرقم مؤلف جدول الموظفين هو ترقيم تلقائما نمط البيانات لرقم المؤلف في جدول الكتب طبعا هون رابطين نحن جدولين مع بعض جدول المؤلفين وجدول كتب فلما بيتم ربط جدولين مع بعض من البعض فالمفتاح الثانوي بيشير إلى مفتاح أساسي قلنا نحن من مزايا المفتاح الثانوي بيشير لها مفتاح أساسي فلما بيشير إلى مفتاح أساسي فالمفتاح الأساسي من نوع رقم فأيضا المفتاح الثانوي لازم يكون نوعه رقم فالإجابة هي رقم مفتاح الثانوي ما بيصير يكون ترقيم تلقائي مفتاح الثانوي ما بيصير يكون ترقيم تلقائي المفتاح الأساسي ممكن يكون ترقيم تلقائي ولكن مفتاح الثانوي لا يمكن أن يكون ترقيم تلقائي عنا قاعدة بيانات مكونة من جدولين جدول الموظفين وجدول كتب أو جدول مؤلفين عنا جدول مؤلفين في جدول المؤلفين مكوّة من حقلين رقم المؤلف واسم المؤلف رقم المؤلف مفتاح أساسي فيه ثلاث سجلات وعندنا جدول الكتب أيضا مكوّة من أربع حقول رقم الكتاب مفتاح أساسي رقم المؤلف في جدول الكتب مفتاح ثانوي طبعا من خلال هذا المثال افترضنا أنه المؤلف الكتاب بيتم تأليفه من مؤلف واحد يعني كل كتاب اصترضنا هذا افتراض أنه كل كتاب بيتم تأليفه من قبل مؤلف واحد مثلا في هذا المثال الكتاب الذي يسمه تعلم البرمجي المؤلف الخاص بهذا الكتاب هو المؤلف الذي رقمه 300001 300001 هو محمد العلي تعلم كيف تتعلم هذا الكتاب مؤلف المؤلف الذي رقمه 300003 300003 يعني حسين محمد تعلم المحاسبي مؤلف والمؤلفة اللي رقمه 100001 آي محمد العلي هذا منسميه مفتاح ثانوي لأنه بيشير إلى مفتاح أساسي طيب هون عنا بيقلنا السؤال عم بيقلنا في حال تفعيل خيار التكامل المرجعي إذا كنا نفعلين خيار التكامل المرجعي مع تفعيل خيار تحديث الحقول المرتبطة فعنا التكامل المرجعي إذا رحنا على قاعدة البيانات رحنا على الجدول البسيط لطريقة عرض التصميم ورحنا على علاقات رحنا هون فعنا هذا خيار التكامل المرجعي وفعنا خيار تتاري تحديث الحقول المرتبطة شو عم بيقول السؤال في حال تفعيل خيار التكامل المرجعي مع تفعيل خيار تحديث الحقول المرتبطة لما منحدث رقم المؤلف في جدول الكتب من 100001 إلى 100006 فعنا تكامل المرجعي فعنا خيار تحديث الحقول المرتبطة إذا رحنا على هذا الجدول وعدلنا من 1 إلى 6 فماذا سيتم على قاعدة البيانات؟ لما فعلنا تكامل المرجع وفعلنا تفعيل خيار تحديث الحقول المرتبطة هذا الخيار مفاعل فمجرد ما أعدل هون 10,000 و 6 لازم أيضا يتم تعديل هون يصير عنا 10,000 و 6 وأيضا يصير هون عنا 10,000 و 6 لأنه فعلنا خيار تحديث الحقول المرتبطة فلما عدلت هون تم التعديل أيضا بهذا المكان فالإيجابي تتم عملية التحديث بنجاح مع تحديث رقم المؤلف أيضا في جدول المؤلفين تتم عملية التحديث بنجاح مع تحديث رقم المؤلف في جدول المؤلفين إلى 10,000 ورقم المؤلف للكتاب تعلم المحاسبة أيضا فقط يقول لا تعلم المحاسبة فقط تتم عملية التحديث بنجاح مع عدم تحديث رقم المؤلف في جدول المؤلفين إلى 10,000 و 6 طبعا لما فعلنا هذا الخيار فلازم تتم عملية التحديث فالإيجابي تتم عملية التحديث بنجاح مع تحديث رقم المؤلف أيضا في جدول هون يلازم يصير عنا جدول الكتاب مجرد ما تم التحديث في جدول المؤلفين لازم أيضا يتم تحديث رقم المؤلف في جدول الكتاب السؤال البعده في حال تفعيل خيار التكامل المرجعي مع تفعيل خيار تحديث الحقول المرتبطة هون مع تفعيل خيار تحديث الحقول المرتبطة هون مع تفعيل خيار تحديث الحقول المرتبطة هون فعلنا التكامل المرتبطة وفعلنا حزف السجلات المرتبطة في حال تفعيل خيار التكامل المرجعي مع تفعيل خيار تتالي تحديث الحقول لسجلات المرتبطة عند حزف الكتاب تعلم البرمجي ماذا يحدث عند حزف الكتاب تعلم البرمجي هذا الكتاب وفعلنا خيار تتالي حزف السجلات المرتبطة شو بده يصير فيه عندنا لما بده حزف هذا الكتاب رح ينحزف أيضا المؤلف لهذا الكتاب مين المؤلف لهذا الكتاب هو حساء هو عشتلاف واحد أي محمد العلي ولما بده ينحزف هذا محمد العلي لازم تنحزف أيضا السجلات المرتبطة معاه فرح ينحزف تعلم المحاسب وينحزف تعلم البرمجي وينحزف عندي محمد العلي هذا لما فعلنا خيار تتالي حزف السجلات المرتبطة تم تم عملية الحزف من نجاه مع حزف المؤلف محمد العلي تم تم عملية الحزف مع الإبقاء على الكتب التي ألفها حسام محمد تم تم عملية الحزف مع الحفاظ على البيانات الصحيحة في قاعدة البيانات طبعاً الإجابة هي تتم عملية الحزف بنجاح مع حزف المؤلف محمد العلي بينحزف الكتاب وأيضاً بينحزف محمد العلي وأيضاً الإجابة تتم عملية الحزف مع الحفاظ على البيانات الصحيحة في قاعدة البيانات تمام أيضاً صحيحة آخر سؤال في حال تفعيل خيار التكامل المرجعي عند حزف المؤلف حسام محمد ماذا يحدث لما فعل فقط خيار التكامل المرجعي ما فعلنا هذور الخيارين فقط فعلنا التكامل المرجعي لما بحزف حسام محمد هذا المؤلف حسام محمد شو رح يصير في عنا ستم عملية الحزف من نجاح مع حزف جميع الكتب التي ألفها حسام محمد طبعا هذا الإيجابي خطأ لأنه ما فعلنا خيار تتالي حزف سجلات مرتبطة فقط التكامل المرجعي لا تتم عملية الحزف من نجاح الإيجابي لا رح تتم عملية الحزف من نجاح ولكن الآن رح يشوف شو سبب أنه رح يتم حزف هذا المؤلف من نجاح تتم عملية الحزف مع الإبقاء على الكتب طبعا حسام محمد رمزه عشت ألاف وثلاث عفوا في هي الحالي لا تتم عملية الحزف أنا كنت مفكر محمد العلي ما عنده كتب ولكن محمد العلي طلع عنده كتاب تعلم كيف تتعلم لهذا السبب هذا حسام محمد فهيعطينا رسالة خطأ ويقول لي لا يمكن حزف المؤلف حسام محمد بسبب أن لديه كتاب فلهذا السبب لا لا تتم عملية الحزف ولكن لما فعلنا إذا فعلنا خيار فرض التكامل المرجعي مع خيار تتالي حزف سجلات المرتبطة لما منحزف حسام محمد بتم حزف الكتاب أيضا مع حسام محمد يلي هو يتعلم كيف تتعلم إذا بهذا الشكل بتم استخدام فرض التكامل المرجعي تتالي تحديث الحقول المرتبطة وتتالي حزف السجلات المرتبطة إذا في محاضرة اليوم تعلمنا راجعنا هيكلية قواعد البيانات كيف تكون قاعدة البيانات مكونة من عدد كبير من الجداول والجدول بيكون مكوما عدد من الحقول والأعمدي والالتقاء الصف مع العمود نسميه خلي وتتكلمنا على سجل تتكلمنا على ربط الجداول مع بعض البعض أنواع العلاقات بين الجداول تعلمنا على النمازج حكينا فيها كيف نكون بإنشاء النمازج تعلمنا التقارير كيف نكون بإنشاء التقارير تعلمنا على الاستعلامات كيف نكون بإنشاء الاستعلامات ضمن قاعدة البيانات ثالباً هي معظم الأمور الأساسية المتعلقة في قواعد البيانات ضمن برنامج الـ Access رح أرسل على المجموعة مشروع هيكي بسيط نشتغل على برنامج الـ Access إنشاء قاعدة بيانات بسيطة مكونة من جدولين وإنشاء نموذج لهذول الجدولين وممكن ننشأ استعلام بسيط وتقرير بسيط من أجل أن نقوم بتثبيت المعلومات المتعلقة في برنامج الـ Access في المحاضرة القادمة رح نتكلم فيها غداً إن شاء الله رح نتكلم فيها على برنامج الـ Powerpoint رح نحكي فيها على برنامج الـ Powerpoint قواعد البيانات انتهى إن شاء الله إلا إذا في عنكم أي سؤال ممكن ترسلولي على المجموعة وممكن نعيد شرح أي فكرة كانت غامضة أو مرين عليها بشكل سريع ممكن ترسلولي على المجموعة ممكن أي فكرة نعيد شرحها بسعب فيه معنا اليوم انتهت المحاضرة بسعب منا هنا المحاضرة بس أصلي انتهت محاضرة فباقي عنا ست محاضرات لا ينتهي الكورس فيها ست محاضرات رح نتكلم فيها على برنامج الـ Powerpoint رح نحكي بمحاضرة أو محاضرتين على برنامج الـ Powerpoint والمحاضرات الأخرى ممكن نرجع نذكر في بعض المفاهيم يلي حكيناها في دروس ماضي أو نحل تمارين نثبت المعلومات يلي راحت في الدروس الماضية نراجع الدروس الماضية رح نشوف كيف رح نتابع في المحاضرات الـ 6 المتبقية قبل ما ننهي محاضرة اليوم رح بس نراجع مراجعة سريعة على بعض الاختصارات يلي ممكن نستخدمها في نظام التشغيل Windows في عنا اختصار Control زائد C هذا بيعطينا نسخ Control زائد V لسق Control زائد V بيعطينا طباعة طبعا هاي الاختصارات كتير مهمة بتساعد على سرعة العمل الحاسوب فهي الاختصارات كتير مهمة في بعض الاختصارات كتير ضرورية لازم يكون كل شخص بيستخدم الحاسب هاي الاختصارات لازم يكون بيعرفها Alt زائد Shift تبديل اللغة Alt زائد F4 اغلاق Control زائد X قص Control زائد Z براجع طبعا هاي الاختصارات حكينا عليها في دروس ماضي ولكن في الوقت المتبقي الخمس دقائق وعشر دقائق للمراجعة لهي الاختصارات Control زائد A تحديد الكل Control زائد F بحس Control زائد N جديد في عنا ايضا شي مسمي Print Screen بياخد لقطة للشاشة عبارة عن زر موجود على الكيبورد اسمه Print Screen هذا بيعقد لي لقطة عن الشاشة وممكن الصقه في برنامج الرسام او في اي برنامج اخر طبعا برنامج الرسام طبعا في عنا اي اداة ضمن نظام تشغيل Windows اسمه Run او تشغيل هذا بيتم اظهار هيا النافذة من خلال الضغط على زر بالكيبورد عليه شعار Windows بيسميه زر Windows مع حرف R لما بضغط Windows مع حرف R بيظهر عندي هيا النافذة هيا النافذة بيستخدموها للسرعة في العمل مثلا انا بدي افتح برنامج الرسام فبكتب هون برنامج الرسام بيفتح لي برنامج الرسام اذا بدي ااخذ لقطة للشاشة ببضغط على زر Print Screen وبعمل لسق فاخذ لي لقطة عن الشاشة طبعا لنفاتح الرسام فالصورة كانت عن برنامج الرسام اذا هيا الاختصارات الاساسية اللي يمكن نستخدمها في برنامج في لوحة الكيبورد Ctrl-C لسق Ctrl-V لسق Ctrl-B طباعة Alt مع Shift تغيير لغة Alt مع F4 اغلاق Ctrl مع X قص Ctrl مع Z تراجع Ctrl مع A تحديد الكل لما بضغط هيك Ctrl مع A عدد للكل Ctrl مع F يعطينا البحث اذا بنا نبحث Ctrl مع N اذا بنا نعمل جديد و Print Screen اذا بنا ناخد صورة لقطة شاشة في عنا ايضا زر بالكيبورد اسمه Home و End End بياخدني لنهاية السطر وال Home بياخدني لبداية السطر واذا بدأ تنقل من خلال الاسوم لفوق او لتحد اه راح احكي كمان على مفهوم اسمه حفظ وحفظ باسم راح نتركه وظيفه للدرس القادم شو الفرق بين حفظ وحفظ باسم شو الفرق لما بقل له حفظ او لما بعطيه حفظ باسم شو الفرق بين هدول الخيارين هدول كتير مهم نعرف الفرق بين طبعا هون كاتبيننا الاختصارات نزا ملاحظين Ctrl N بيعطينا جديد Ctrl مع O بيعطينا فتح Ctrl مع S بيعطينا حفظ وCtrl Shift S بيعطينا حفظ باسم Ctrl مع B بيعطينا اطباعة هايها الاختصارات الأساسية عملنا لمراجعة في عنا أيضا Ctrl مع Y بيعطينا تراجع عن عن التراجع يعني مثلا أنا حزفت فقلت له Ctrl Z تراجع Ctrl Y بيعطينا تراجع عن التراجع طبعا هاي الاختصارات أكتر شيء بيتم استخدامها ضمن مجموعة برامج الأوفيس بشكل عام الورد والإكسل والباوربوينت كل هاي البرامج بيتم اختصارات بتكون موجودي ومستخدمي ضمن مجموعة برامج الأوفيس كل هاي الاختصارات بيتم استخدامها ضمن مجموعة برامج الأوفيس طبعا تكلمنا نحن في المحاضرات السابقة عن برنامج الورد وعلى برنامج الإكسل كلامنا على الورد كلامنا على الإكسل كلامنا على الأكسز وفي محاضرة غدا إن شاء الله رح نبدأ في برنامج الآخر برنامج من برامج مجموعة الأوفيس يلي هو برنامج الباوربوينت يلي بنستخدمه للعروض التقديمية لما بيستخدمه لما بنعطي محاضرة معينة أو لما بنعطي درس أو في اجتماع معين فبتم تجهيز معلومات المحاضرة أو معلومات الاجتماع ضمن هذا البرنامج بحيث يسهل عملية الإلقاء ويوصل المعلومات للحضور بشكل سلس ومرين فرح نتعلم في محاضرات المحاضرات القادمة على برنامج الباوربوينت برنامج العروض التقديمية كيف بتم استخدامه طبعا كمان أيضا في المحاضرات السابقة تكلمنا على إصدارات الأوفيس كيف بدأت إصدارات الأوفيس من أي إصدار إلى الإصدار الأخي طبعا نحن عم نتكلل في محاضراتنا عم نشرح على الإصدار ممكن 2021 تبع الأوفيس إصدار 2021 عم نستخدم طبعا آخر فكرة أحكية في محاضرة اليوم في عنا ضمن برنامج مجموعة من الأوالب الجاهزية اللي ممكن نستخدمها مثلا هون إذا ملاحظ في عنا فتح أو إذا رحنا على جديد يعطيني مجموعة من الأوالب الجاهزة مثلا جهات اتصال أو طلاب أو ممكن هون أعمال تجارية يعرض لي مجموعات جاهزة مثلا رح أفتح أنا مشروع بسيط بس خلينا نفتح مشروع بسيط مثلا رح نختار جديد جهات اتصال رح أقل له إنشاء فهذا مثال جاهز فينا نستخدمه هيا الجداول تبعه الاستعلامات نمازج هذا قالب جاهز ممكن نستخدمه هون فيني أضيف الاسم العائلي الشركي العنوان الهاتف إلى آخره من المعلومات وبتم تخزينه ضمن الجداول هذا من سميه نموزج هذا من سميه نموزج فأم الجهات الاتصال هذا هو النموزج طبعا هون هلأ مفتوح في طريقة فينا نقول له طريقة عد التصميم وأعدل على الشكل تبع هذا النموزج أغير المعلومات المعلومات الاسم ولكن بهذا الشكل عم بتم عرضه بطريقة ليست تصميم طريقة إدخال البيانات بهذا الشكل ممكن أضيف أنا بيانات على هذا الجدول هذا النموزج هذا نموزج جاهز هذا نموزج جاهز ممكن نستخدمه هوني ممكن أتنقل ولكن كأنه ما في بيانات لازم نبدأ بالإضافة للبيانات هذا طريقة عرض جدولي وهذاك طريقة عرض عمودي وهي الجداول هون بهذا المكان بيتم إدخال البيانات هذا طريقة عرض التصميم هيك طريقة إدخال البيانات ما في عنا لسه بيانات تم إدخالها فلما بيتم إدخال البيانات بيتم تخزينها بهذا المكان هي معظم الأمور المتعلقة في قواعد البيانات انتهت محاضرة قواعد البيانات أيضا انتهينا من شرحة رح نكتفي بهذا القدر لليوم إذا في أي سؤال ممكن نجاوب معانا خمس دقائق أو عشر دقائق إذا في أي سؤال ممكن نجاوب أو أي فكرة ممكن نعيد شرحة ممكن نجاوب أو ممكن أتلقى السؤال على الواتس رح نحكي كمان في محاضرة قادمة على برنامج chat GPT أصبح كمان من الأمور الأساسية اللي لازم تكون متوفرة عند أي شخص سواء كان chat GPT ممكن نحكي فيه كمان في دروس قادمة chat GPT أو في برنامج آخر أيضا بيجي مع برنامج مع برنامج البينك أيضا بيشبه chat GPT من البرامج الأساسية اللي أصبحت ضرورية ولازم نتعلم استخدامها بشكل كتير كبير يعني أصبح شبيه ببرنامج جوجل ما منحسن نستغني عنه chat GPT أو برنامج chat اللي تابع لمحرك البحث إذا ما في أي سؤال منا ننهي محاضرة اليوم رح أوقف التسجيل أيضا رح يوقف الزوم لأنه مثل ما تكلمنا الزوم كل 45 دقيقة لازم نقوم بالتسجيل للخروج وإعادة تسجيل للدخول ولكن انتهت محاضرة اليوم إن شاء الله يكون قدمنا معلومات مفيدة تستفيدوا منا ونراكم في محاضرة القادمة غدا إن شاء الله رح أرفع المحاضرة على اليوتيوب ورح أرسل الرابط على المجموعة وممكن أرسل بعض التمرينات من أجل إنه نقوم بالتدرب على المفاهيم يلي تم شرحها عن قواعد البيانات انتهت محاضرة قواعد البيانات كل الأمور متعلقة بقواعد البيانات إن تم الانتهاء منها رح نبدأ في محاضرة جديدة غدا إن شاء الله ورح أنهي المحاضرة تصبحون على خير والسلام عليكم ونراكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر